أعاد المسجد الأموي في العاصمة دمشق فتح أبوابه لأداء الصلوات بعد توقف دم فترة وجهزة نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 المسجد امتلأ بالمصلين في وقت يقوم عمال الوقاية الخضراء بتقديم الإرشادات لهم وقد ارتدى الحاضرون لأداء الصلاة كمامات مع التزامهم بمسافة أمان ملحوظة عن بعضهم البعض وعادة ما يكون المسجد التاريخي خلال هذه الفترة من العام مكتذاً بآلاف الزوار لإقامة شعائر شهر رمضان المبارك